وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني وكرم أبو سالم جنوب قطاع غزالي اليوم الثالث عشر على التوالي ما فاقم من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر ومنذ السابع من شهر مايو الجاري احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودية وأوقفت تضفق المساعدات إلى القطاع